الصفات المرتبطة بنجاح الأطفال وتنشئتهم ففي الواقع يتشابه الأطفال النجحون أكاديميا في صفات عديدة منها الالتزام والاهتمام بالعلوم وتنظيم الوقت وغيرها ولكن ماذا عن أباء أولا الأطفال هل يتشابهون أو حتى يمتلكون صفات متشابهة في الواقع الإجابة جاءت بحسب دراسة أجرتها جامعة ستانفورد الأمريكية بأن الأطفال الناجحين في دراستهم يتمتع أهليهم بقرابة 25 صفة تجعل أسليبهم التربوية ناجحة وتثمر عن نتائج إيجابية على أطفالهم وتضمن استقرار نفسياتهم وسلوكهم إذن لا شك أن جميع الأباء يرغبون أن ينموا أطفالهم بشكل سوي وأن يتميزوا في دراستهم وحياتهم ولكن الأمر لا يتعلق بالأمنيات والرغبات فهناك عوامل تلعب دورا حاسما في تطور ونمو الطفل بتعلق بعضها بالأهل وبحسب الدراسة الأمريكية فإن صفات المشتركة بين الأباء تتعلق بميلهم إلى السماح لأطفالهم بأخذ زمام المبادرة وحل المشكلات كما يميلون إلى جعل أطفالهم يقومون بالأعمال المنزلية والمهام اليومية كما يميلون إلى تعليم أطفالهم المهارات الاجتماعية ويميلون إلى إقامة علاقات صحية مع بعضهم البعض ومع أطفالهم غالبا ما يكونون أقل توتر وأكثر تفاهما لأطفالهم ويميلون إلى تقدير الجهد مقابل لهم الفشل إذن للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا من عمال مدربة التوجيه الأسري أستاذ حنين شبيطة مرحبا بك معنا بداية خلينا نتحدث عن تأثير شخصية الأباء وصلوكهم بالتحديد على نجاح الطفل يسعد صباحي كلين أهلا حنين عموما سمعتيني أنا سمعتك بس واضح أنه في تأخير شوي بالصوت خلينا نحكي عن أثر شخصية الأباء وصلوكهم بالتحديد على نجاح الأطفال أدي مهم وأدي بيأثر عموما الأطفال يميلوا للتعلم من خلال المراقبة المشاهدة وتقليد السلوك وبالتالي إذا قدم الأهل قدوة إيجابية في طريقة التعامل مع ضغوطات الحياة والمشاعر السلبية اللي بتواجههم وكيفية حل هذه المشاعر والتعامل معها بالسلوك السليم وتوجيهها إلى مشاعر إيجابية كيفية حل الخلافات من خلال الحوار والنقاش بدلا من الجدار والمشاجرة اللي بتنعكس بشكل سلبي على الأطفال وبتزيد التوتر عند الأطفال وبتهز أمانهم بالمقابل وجود الحوار والنقاش يدعم شخصية الطفل يزيد ثقته بنفسه يسلحه بالمهارات اللي يستطيع هو كمان أنه يحل خلافاته عن طريق الحوار والنقاش فأكيد سلوكيات الأهل هي أساس تربية أطفالنا طيب حلين هاي الصفات المشتركة بين الأباء يمكن تكون مفتاح أو نقطة انطلاق لتربية الطفل يعني هل الأباء إذا تتبعوا هاي الصفات المشتركة فعليا هتأثر بنجاح الطفل بداية خلينا نتفق أنه لا يوجد وصفة سحرية وثابتة لتربية الطفل متميز سواء الصعيد الأكاديمي أو الصحي أو النفسي والاجتماعي لكن الدراسة قدمت معايير وعوامل إن وجدت هذه المعايير فهي تهيئ البيئة المتينة والسليمة والصحية لتكوين شخصية متميزة لكل طفل على اختلافه بالضبط مثل المزارع اللي بيهيئ التربة للبذور لحتى تنمو بشكل متميز ويحتطن هذه البذور وبالتالي كل نبتة بتنمو بطريقتها المتميزة والمختلفة والدراسة كمان أشارت حنين أنه في صفات عدة مثل إعطاء الطفل للقيادة كيف يختار نوع القيادة المناسب للطفل وسنه ودوره في العائلة يعني هاي الصفات قد مهم يتم تطبيقها داخل الأسرة فعليا الاستقلالية وظهورها يبدأ بشكل طبيعي ضمن مرحلة نمو الطفل وتكوين شخصيته بعض الأهل بيخافوا من هذا النوع من الاستقلالية وبيعتقدوا أنه هو نوع من التمرد لكن الأصح أنه إحنا نحتضن هذه الاستقلالية وندعمها ونحفزها من خلال إعطاء الطفل خيارات في حرية كيفية اللعب كيفية التنظيف كيفية حل المشكلات اللي هي مهارة جدا مهمة لا نسلحه للمستقبل اللي يقدر يواجه مشكلاته في المستقبل كمان الأهل اللي بيحبوا كتير يعطوا تعليمات من شكل مسهب للطفل بتزيد توتر الطفل وبتمنعه من القدرة على التعبير عن مشاعره فيفضل أني أحترم طفلي وأحترم كينونته وأشرح له جميع الأسباب وراء القوانين المتبعة في المنزل وإشراكه بهذه القوانين لأنه وانس الطفل قدر أنه يتم إشراكه باتخاذ القرار داخل المنزل بيصير فيه عنده مرونة لتقبل هذه القوانين واتباحها وبشعر بالتقدير والاحترام من قبل أهله لوجوده ولا آراءه في المنزل وحنين فيه نقطة مهمة أشارت إلها الدراسة هو أنه لازم تكون العلاقة الصحية بين الأهل والطفل فعليا قديش مهم هذا الموضوع؟ العلاقة الصحية هي أساس التربية عموما وبتبلش من مراحل مبكرة للطفل عن طريق التعبير بشكل مستمر من الأهل لمشاعرهم وحبهم وحنانهم للطفل من خلال الدعم من خلال تعبير لفظي سواء أو عن طريق الأفعال تشجيع والبعد عن الحكم والانتقاد للطفل الدائم هذا الإشي يعزز ثقة الطفل بنفسه كمان قدرة الأهل على أنهم يتعاملوا مع المشاعر السلبية اللي هو الذكاء العاطفي وقدرة الأطفال على التعامل مع هاي المشاعر كوني أنا قدرة لطفلي إذا عندي قدرة أني أتعامل مع مشاعر السلبية آدر أني أحلها بطريقة سليمة آدر أني أحولها لمشاعر إيجابية أساعد طفلي يتعرف على المشاعر اللي بيشعرها يسميها يقدر أنه يربط السلوك الناتج من هاي المشاعر بهذه المشاعر ردات فعله التحكم بردات الفعل هذا يساعد على زيادة نوعية وخلينا أحكي بطور العلاقة السليمة والصحية بين الأهل والأطفال اللي بتنعكس بشكل إيجابي على ثقة الأطفال بنفسهم وقدرتهم على اتخاذ زمام الأمور وتمييزهم طيب يعني خلينا نقدم نصائح للمشاهدين من خلال تعاملك مع الأسر والأطفال يعني بعض النصائح لو كانت بسيطة عشان يتم بناء شخصية ناجحة للأطفال خلينا نبلش أول شي بالوقت النوعي الوقت النوعي جدا مهم وأنا بعتبره وصفة سحرية لتقليل السلوكيات السلبية وإشباع واحدة من أهم الاحتياجات عند الأطفال الطفل بيحتاج يشعر بوجوده بشعر بالانتباه من أهله أنا موجود أنا مهم في البيت الوقت النوعي يعتمد على النوعية وليس الكمية 15-30 دقيقة في اليوم كفيلة إنها تلبي هذا الاحتياج طبعا لازم تكون بطريقة سليمة تواجد الأهل بتركيز كامل وبيدعم كامل للطفل بهذا الوقت بدون أي تشتيت وأن الطفل يختار النشاط اللي حيقوم فيه ضمن هاي الفترة اللي بتعطيه شعور بالتحكم وأنه هو صاحب القرار بهذه المدة الزمنية كمان تقليل وقت الشاشة جدا مهم للأطفال زيادة وقت الشاشة عن العمر يعني الكمية المناسبة للعمر المناسب بتأدي إلى نقص في الوصلات العصبية بين الخلايا العصبية مما تؤثر على المهارات الإدراكية عند الأطفال وكمان تؤثر على السلوكيات السلبية لإلهم فيفضل إنه نعطيهم وقت شاشة أقل وانتقاء المحتوى الذي يعرض على الشاشة كمان مهم جدا إني أعطي مساحة كافية لطفلي للاكتشاف الأطفال كائنات خلقت لتكتشف فواجبك أهل إني أنا أأمن مساحة وبيئة آمنة أطلق العنان فيها لطفلي للاكتشاف والابتكار والإبداع زيادة اللعب الحسي جدا مهم اللعب الحسي له فوائد على جميع الأصعدة في تطور شخصية الطفل من ناحية تطور لغة، مهارات اجتماعية، سلوكية القدرة على التعلم بسرعة زيادة المهارات الإدراكية وتحسينها تحسين النمو الجسدي وتطوره وكتير من الفوائد فإدخال اللعب الحسي على حياة الطفل وروتينه اليوم كتير بتساعد في تنشئ الطفل متميز وحنين كمان نقطة التوتر هي أحد النقاط المهمة مدى إمكانية تقليل هذا التوتر بين الأهل والأطفال؟ عموما إذا كان في مهارات تواصل عالية من الأهل مع الأطفال وقدرة على الإنصاط والاستماع لمشاعرهم ومشاكلهم وآراءهم اللي بتعطي شعور للطفل بقاعدة أمينة قاعدة أمان متينة وقاعدة احترام وسهولة التواصل وبتعطيهم قدوة لحتى تقدروا يعبروا عن نفسهم وكمان حكينا عن الذكاء العاطفي قديش مهم أنه الطفل يعرف يعبر عن مشاعره وأنا عم بعمل اللي هو الوقت النوعي مع طفلي اللي عم بيلبي احتياجاته لأنه عادة السلوك السلبي والتوتر بظهر نتيجة لاحتياج لم يلبه فهو مثل قناع فإذا أنا عالجت الاحتياج ولبيته اختفت عندي هذه السلوكات السلبية فهذا يعني خلينا نحكي أنه بيعتمد أكتر على قدرة الأهل على التواصل مع الأطفال وكونهم قدوة إيجابية لهم لحتى تقدروا يتعلموا منهم بدنا نتشكر مدخلتك معنا مدربة التوجيه لأسر يا حنينش بيطة شكرا جزيلا لك